صلوا عليه وسلموا تسليما وقال له سيدنا عبد الله بن عمر وأنت يا عطية لو كنت رأيت رسول الله ماذا كنت تفعل قال كنت أؤمن به وأقبله بين عينيه فقال له بن عمر ألا أبشرك قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خالط حبي قلبه حرم الله جسده على النار هنيئا لكم يا محبي رسول الله فقد هلت لياليه وهلت ساعات الفركة والنور التي تعيد إلينا ذكر مولده صلى الله عليه وسلم لنتنسم نسماتها العاطرة المباركة افرحوا وابتهجوا فإن الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ورسول الله أعظم نعم الله وهو من أعظم أفضل الله علينا وهو رحمة الله المهدى إلينا فالفرح به واجب وليس الاحتفال والاحتفاء مقصودا لذاته وإنما المقصود هو إحياء الانتماء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال إحياء هذه الذكريات المباركة الطيبة الناس يحتاجون أن نسمعهم على سيرته وعلى أخلاقه وعلى أحواله وعلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فبذلك يا إخواني فلتفرحوا وإذا كان أبو لهب يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين لفرحه برسول الله فما مالك بمن يفرح به أبو لهب فرح بمولده عليه الصلاة والسلام في ساعة فخفف الله تعالى عنه بذلك العذاب وفي ذلك يقول الإمام محمد بن ناصر الدين الدمشق رحمه الله إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مؤبدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فمن ظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا اللهم أحينا على ملته وتوفنا على شرعته واجعلنا من أهل خصوصيته وقمنا يا ربنا في محرم محبته واجعلنا تحت نظره الشريف ومحل رضاه وقدمنا بأدابه وخلقنا بأخلاقه وعلمنا من علومه وفهمنا بفهومه واسق كل زواهر ذواتنا من أنوار ذاته النبوية الشريفة يا رب العالمين اجعلنا من دعاتك الدعين إليك ومن هداتك الدالين عليك ومن خاصتك الخاصين لديك برحمتك يا أرحم الرحمين وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل بزيارة موقع الحملة فاذكروني دوت كوم اشتركوا في القناة